اهلا وسهلا بحضراتكم مع الفيديو اللي بنبدأ فيه المعابد الصغيرة اللي قلنا حنختم بها ان شاء الله الكرنة كتمنى نختمع الفيديو ده او فيديو كمان حسب تسهير ربنا زي ما بنقول هنبدأ بمعبد خنصو اللي في المقدمة اللي انا عملتها مع حضراتكم قلنا انه بدأ من ايام دقصة 18 من حطب الثالث لكن المعبد دلوقتي من جوه هلاقي من الداخل للخارج بيبدأ مع رمسيس الثالث رمسيس الثالث هلاقي بلوكات قديمة استخدمت وحجار بعدين اتحركت بلاقي بعدي بلاقي صلت الاعمدة والفناء والبيلون ده شغل رمسيس 11 وحيري حور وعلى المدخل او قدام المدخل بلاقي بوابة البوابة بلاقي بعد بوابة بطلميوس الثالث بلاقي الصورة اللي قدامي الصورة اللي قدامي دي من الصور المهمة جدا دي صورة بتمثل وجهة الفيلون الثاني للكارنج كأن تمثيل لها هنا البوابة اللي قدامي بتديني بوابة بطلميوس الثالث ايورجي تيس اللي بيعمل عليها المناظر بتاعته البوابة دي ارتفحها 21 متر احطها بصور من الطوب اللبن الملك بطلميوس الثالث البوابة ليها او مرتبط بها طريق طريق اسمو طريق كباش بتاع المعبد وطريق ابو الهول ده اللي بيربط معها المعبد اللوس من بوابة بطلة ميوس الثالث بنوصل للبيلون البيلون المفترض انه هو رامسيس 11 وحير حور لكن بنلاقي بقايا اسم تهارقة موجود عليه لبما بيجدد مناظر تفعل بلون 17 متر 32 متر عرضه 10 متر سمكه منه بنوصل ل صالت او الفناء الفناء فيه 3 جوانب بصفين من الاعمدة فيه مناظر حلوة او لبانجم بنلاقي حاجة غريبة في المناظر بنلاقي مرة حرحور ومرة بانجم ومرة بانجم احنا بيبقى معا حنود تويم راتو يبقى انت عمال بتتفرج وتصور على ملك وتلاقي مكتوب اسم الحم نيتر تي بي موجود الفناء زي ما قلت لحضراتكم المناظر الجميلة لحطحور اللي بتمثل وهي بتقدم الهيئات او بتقدم الظهور للمعبد التمثال الشهير اللي بنلاقيه في صالت الاعمدة ايضا ممثل عندي لجحوتي اللي مرتبط هنا بخنسكا واحد من الهيئات القمر تمثيل برده موجود في صالت الاعمدة وفي الفناء ليه رمسيس اربعة وهو بيقدم القربين لامون امام الثالوس ومرة مثلا بيلاقي رمسيس اربعة على المنظر وبيقدم لامون ورسي شات كأنه بيعمله الفونديشن في تنبل في صالت الاعمدة الكبرى منه بندخل بعد كده على من صالت الاعمدة اللي عمدتها بردية ومناظرها كلها او الاتجام بتاعتها شكل زهرة البردي مناظر تقديمة الظهور مناظر مقررة وكتيرة جدا في داخل الصالة دي وبتعطبا من اجمل مناظر اره عمسة امون بيتصور وهو بيتلقى القربين في اكتر من مناظر ومنهم مناظر حلو قوي بطلميوس اربعة في لوباتور حط اسمه مكان الملك بتاع رمسيس الحضاش هنلاقي كمان ان المعبد بما استخدم في العصر المسيح هنلاقي بعض رموز الصلبان والهياكل موجودة او صليب كأنه كان هيكل منه بنصل ليه كدس الاقداس اللي بيتوسطه المتبح اللي في المنتصف اللي قدامنا اللي المفترض كان بتبعيه المركب المقدسة للإله امون الخونسه ااسف رب المعبد ولكن المركب اتنقلت الى مكان اخر اللي هي في صالة القربين اللي بتلي الصالة الرئيسية صالة القربين فيها اربع عمدة وفيها زي 16 حنية او 16 جنب فيها صالات كثيرة موجودة فيها وهي أقدم صلاة المعبد لأن فيها نقوش اللي قدامنا ده لرمسيس الثالث وهو بيقدم القرابين وبعض النقوش كمان لقناها اتكتبت باسم الإمبراطور أغسطس نسيت أقول لحضراتكو أن في بعض صلاة المعبد لقينا مناظر عليها اسم الإسكندر الأكبر ليس المنظر اللي قدامنا بطبيعة الحال شوف من معبد خنسو هندخل على الأوبت معبد الأوبت حاجة غريبة معبد الأوبت ده معبد نهاية قصة 30 بلاقي فيه منظر أو بداية بتاعته في فناء صغير أو ناقش صغير باسم نختنبه ده قدم حاجة من دوتوب اللابين عمله بعد كده اشتغلت بطلامي لغاية الجزء الخارج كله شمال وجنوب وشرق كله شغل أغسطس زي الصورة ما بينهم المنظر اللي قدامنا زي مكتوب عليه كيوسك أو الكشك الأمامي ده بطلاميوس 13 بعد من البلول للفناء البلول للفناء مفيش إلا أساسات بسيطة بلاقي مطلع صغير الفناء مهدم تماما ومقسوم كأنه مقسوم لجزئين النقوش بسيطة أسر 25 العتب العلو والمناظر كلها موجود عليها أسامي ملوك البطالة المعبد بلاقي بطلاميوس 8 يورجي تيس التاني اسمه موجود معايا بلاقي بطلاميوس 13 نيوس ديونسوس موجود لكن المقاصير كلها بعد كده بقول لحضراتكم أنها بتمثل عندي بأسماء بطلاميوس التاني المعبد هنا مشكلته فيه مشكلة المعبد بتاعي أنه هو ممثل عندي لأزير وأزير واخد لقب ملك الآلهة ملك الآلهة استنى يا عم أنت كده بتضحك علينا ملك الآلهة ده أمون فكأن أمون جعل هو لأزوريس هذا المكان كأنه هو ارتبط معه وأصبح المعبد ده بيمثل نشأة خلق الكون وكأن أمون وأزير حاجة واحدة يعني أمون بيدخل على فكرة تسوع وبيشتغل من خلاله يمكن أنا هنا مش بقف على الصور كتير اللي بتمر قدامنا صور منها تقدمات وغيرها لكن يهمني بقى في الصورة اللي قدام دي مثلا أنه كتير رفوق هتلاقي مكتوب قيصر وإسمه أغسطط أن كل النووش الخارجية للمعبد عمله أغسطط كل واحد كان جاي محتاج قوي أنه يرتبط بالمكان ده لأن المكان ده بيمثل بالنسبة لنا أهمية كبيرة إيه الأهمية اللي بتريد عندي؟ أنه بيجعل أزير وأمون حاجة واحدة وأن التل الأذري هو هذا المكان علشان كده بمر منه من الفناء للداخل إلى قدس الأقدس بلاقي أن فيه سل بيطلع وبلقي سرديب كتير الكريبس اللي فيها أجزاء من جسد أزير والأماكن المقدسة الخاصة به حطحور كمان بتمثل بعض تجان الأعمدة اللي هي في المعبد المعبد متكامل عندي بصفات أزير بطلميوز الثلاثاشر بقى عمل إيه في المعبد؟ عمل لي حاجة لطيفة جدا عمل لي جوه المعبد حاجة رائعة عمل لي سلم ربط المعبد ده بمعبد خنصه من سلم أو من بوابة جانبية تدخل المعبدين يعني ربط أمون بخنصه وجعل أزير وجعل نفس خنصه يعني ربط كامل زي المنظر اللي قدامي ده منزر ده بطلميوز ثمانية بيقدم لمين؟ ليه؟ منطرع وباور إنعام اللي هو صورة من صور أمون ويفريز عليه الشمس المجنعة والحيات بتاعتها مناظر زي ما بقول لحدكم مناظر تقليدية كلها بترجع ليه العصر البطلمي منها منظر خروج وميلاد حورس مرة تانية الميلاد بتاع حورس وخروج طب حورس يتولد من الأحراش والخروج يبقى أنا ربطه أزير بميلاد حورس ولما أعمل أمون ودي الأزير اللقب يبقى أنا ربطه كله في داخل بعض البعض بنبدأ بقى ندخل على عنصر تاني مهمة أوي متنطور في الكارنك زي ما بنقول وهي المقاصير الأزيرية طب ليه؟ أزير مرتبط بالغرب مقر أزير وانتقاله إلى الملك من خلال سيطرته على العالم من خلال المقاصير الأزيري يبقى القبط بيبدأ معايا رابط الأزير بعد كده بيدخل الأزير في الشر ليندمج كواحد من الآلهة كإلهة خالق ويبقى مكائن التل الأزلي والحياة هو ده المقصورة اللي قدامنا دي أول واحدة دي أزير نبعنخ دي اللي اكتشفها الإجراء ألف وتسعمية والخرطوش اللي ظاهر عندي هنا واضح فيه أزير نبعنخ دي اسم المقصورة المقصورة لو أنت طالع من صلط الأعمدة الكبرى عشان تدخل على معبد بتاعك هي في الطريق بتاعك المناظر بتاعتها بنلاقي فيها تهارقة وبنلاقي فيها عدد من الحكام لكن الأهم أن بنلاقي الزوجات الإلهيات الأميرات اللي هم شبتن ويبت وأمون ريديس يعني أنا عندي هنا شبتن ويبت مثلاً وقفة بتقدم الماعة قصاد أمون قصاد أمون رع وهي خلف أمون موجودة أموت وأمون هنا سيد واسط كلها موجودة عندي كمان مناظر بتمثل التقدمات اللي بيقوم بها الملكة وهي بتضرب بالسستة وبتقدم القربين قصاد أزير اللي فاضل الجزء من راسها عمود الجد بتاعه ده كل ده ما بين الوجهة والصالة الأولى ألاقي هنا مثلاً بتقدم القربين وبتاخد علامة الحياة من أزير سيد نبعنخ أزير سيد النبعنخ سيد مأسورة الحياة بتاعته هنا بلاي أزير وخلفه المعبودة إيزيس الكبرى ربة السماء وقف على قاعدة القاعدة دي نفسها علامة بيت اللي هي ارتبطت به المعبودة تفنوت المدخل للصلاة التانية على العتب بلاي المناظر تقدمات برضو بيقوم بها الملك تهرقة اللي بيتضح اسمه قدامي بوضوع خورع تهرقة واضح الاسم القرطوش وراء الملك وبيقدم فاستين النو أو الملكة شبت الوبت وهي بتقدم قدام المعبود وبوض هنا المنظر الأشهر اللي موجود عندي في أبو دوس عدل المايل مرحلة نهائية من الحبسد وهي عدل عمود الجد وتثبيته لإعادة أزير للحياة ويمكن شرحناها أكتر من مرة في الخدمة اليومية في أبي دوس الملك المفروض أنه وقف هنا بصفته حار إينج إيت إف حرس المنتقم لأبي اللي بيتواجد أمام المأسورة العظيمة علشان يقوم العمود عدل العمود قلتلكوا واحد نايم أول ما بيوم الصبح بفرد عمود الظهر عمود الظهر لما بيتفرد عودة للحياة طب عمود الظهر لو بايز يبقى عمود الظهر بيرمز عندي لحالة الشلل هنا وبوض ابن أزير الأول وهنا سب في دو التكرار أربع مرات بافتتاح التقوص والدخول إلى عالم أزير نبعنخ أزير هنا جحوتي وحرس البحديتي بيديشتين بيثبتوا العمود الجد بتاع أزير تثبيت أزير وتثبيت عمود الجد هو تثبيت لشرعية الحكم وللملك الأميرة هنا في داخل قدس أو في الصلاة الثانية اللي بتظهر هنا الزوجة الملكية العظمة أمون ريديس وهي بتعمل التطهير بالماء المقدس ثم بيقوموا أمام عرش أزير مجموعة من أرواح إلهية بتثمثل أرواح بوت ونخن بالهيئة الآدمية وهما مع الكهنة وهما بيقوموا بعملية القرابين وتطهير أمام المعبود أزير نبدأ المأصورة الثانية من مأصير أزير في المعبد مأصورة نبج فو سيد الغذاء غذاء أزوريس والغذاء إهلاقة أزير في الساعة الثانية من الإنيد وقت لما حضرتك أو حضرتك تخش مقابل ودي الملوك هتلاقي أن الساعة الثانية بينزلوا العالم أزير الحياتين الندبتين اللي هما يزيس ونفتيس ومعهم نبري لأن الخير والغذاء كله جاي مع أزير علشان كده المأصورة دي مأصورة من ضمن المقاصير لعبادة أزير اللي احنا قلنا عليها أنها مأصير متنط ورى بدأت في الدولة الحديثة لكن في الحص المتأخر أغلبها اللي بيشتغل عليها الزوجات الإلهيات من زوجات أمون من القصة 25 و 26 يعني اللي موجودة قدامي دي الحاجة عنخس نفر إبراع بنت باسمتيك التاني متصورة والملك اللي متصور هنا بيقدم القوة واسمها موجود قدامي عنخس إسنفر إبراع قدام أمون وخنسو ووراها الكاهن بتاعها اللي هو الحامل الأختام الملكية اللي هو اسمه هنا شاشنق بالمناسبة هنا وقف قدام أمون ومرة تانية بتوقف قدام مونتو وورا إلها اللي هي راعة التوي راعة التوي هنا بيسموها وبيسموه سيد المدن الأربعة وفي مدن أربعة واسط والطيبة والميدامود والطود وأرمنت ده اللقب اللي ظهر في العصر المتأك شوفوا خنسو هنا مثلا مع أحمس الثاني وهو بيديله علامات الحياة وورا وقفة المعبودة حطحور في منظر بديع لخنسو وهو بيهبوا الحياة البوابة التانية من المقصورة اللي بتؤدي إلى النووس أو الجزء الداخلي عليها مجموعة من الألقاب الخاصة به عن خسنفر إبراع اللي هي بنت بسمتيك التاني اللي هي ينسب إليها إقامة المقصورة كواحدة من الزوجات الإلهيات اللي هنا المنظر بتاعها وهي بتقدم القرابين أمام المعبود أوزير اللي جالس على عرشه في هيئة آدمية وهي تقدم له القرابين والمنظر بعد كده بلاقي اللي قالها المختلفة مونتو بتاع في جوه مقصورته ومعها سخمد أحياناً بتظهر وأحياناً بيظهر هيا يا أدمية اللي أزير عنشتي وأحياناً بلاقي هنا المنظر بتاع التطهير الحلو اللي بتقدم القرابين المطهرة بيقدمها رموز النيل حابي بيقدموها قدام أزير لأن دي كل القرابين اللي هنا جاية بيألغزية الفناء بتاعها فيه أربع عمدة العمود الوحيد المتركب عمود على شكل برأة من البرد المقفول والتلاتة اللي بقيين موجودين الأعمدة الأربعة كانوا بيكونوا صالة وربما كانت مسقوفة شغل الأعمدة فن العصر المتأخر ظاهر بالنعومة مع اللمسة شوية اللي ظهرت لنا من العصر الكوشي في الأسرة 25 وصلح لنا طبعاً صديق العزيز الدكتور أحمد صالح على القعدة القعدة وقايم عليها العمود وموجود شكل النباتي من تحت كأنه تمثيل عملية الخلق أو عملية الحياة هنا الصورة طب اللبن ودرجات السلم اللي منها بدخل إلى الناووس أو الجزء اللي ده خارج الأخير بلاي عليه بوابتين البوابتين عليهم مجموعة من المناظر والنقوش المناظر والنقوش كلها كانت بتمثل الأميرة عنخس نفر إبراع بالقربين أو الملك أحمس الثاني صورة طب اللبن اللي احنا بنشوفه قادي البوابتين يمكن بدأوا يظهروا قدامي بمجموعة النقوش أو بقايا النقوش المصورة عليهم الصورة طب اللبن اتفقنا أنه دايما مرتبط به نشأة الكون وخلق الكون وبداية الحياة يعني هنا مثلا ألاقي حورس وهنا وضح الأرن بتاع الجحوتي وهما بيعملوا عملية التطهير التطهير هنا يبقى بيتم على حورس بيتم على وزوريس أو بيتم ليه الملك اللي بيمثل هيئة حورس ابن وزير اللي بيتولى الحكم على زي ما قلت لحضراتكم بيليها جزء خلفي اللي هو بيمثل النووس أو الجزء الأخير منها مشانا ده نسميه قدس الأقدس ولكن المخزن الأساسي هنا بلاقي الآلهة اللي على شكل الوزيتين الحامية الحارس اللي بتحرص البوابة حاملة السكين بيسموه الإله حامل السكين بالراستين بتوع الأوز اللي بيحمي بوابة المخزن الطعام أو أماكن الطعام بتاعة أزير في العالم الآخر ده موجود على الناحية الشمالية والناحية الجنوبية من البوابة منه بشوف مناظر تانية لآلهة وتقديمات معتد المأسورة هنا هتلاقوا أغلب المناظر زي ما بيقول لحضراتكم أو أغلب الموضوعات عليها بتمثل التقديمات اللي بتتم والقربين وأنواعها ومسميات والتطهيرات اللي بتتم ليه؟ لأن هذه الصالة بترتبط بكل الخير اللي بيقدمه أزير لمن هم موجودين معه في العالم بقايا بلوكات حجرية زي ما شايفين بيقعد تركيبة فيها مقايا تقديمات بقايا أطعيمة بقايا قربين بقايا سنابل أمح بتمثل التقديمات المختلفة في هذه المقصورة المقصورة الثالثة من مقصير أزوريس في المعبد اللي احنا بنمر عليها مقصورة أزير نبنح مقصورة أزير السيد الأبدية دي اللي عملتها برضو عنخ سنفر إبراع بنت بسمتيك التاني ولاقينا الملك اللي متصور عليها متصور ثلاث مرات أو مرتين في النصوص الموجودة في أقوى المناظر أحمس التاني لكن فيه نفس صغير فيه الجزء الداخلي بيشيل لإسم بسمتيك التالت آخر ملوك القوة 26 فيعتقد أن هي تمت فيها المقصورة بسيطة جدا المناظر زي ما نشايفين الثالوس بتعطيبة مثلا الملك بيقدم مدام ثالوس طيبة أمون موت من خنص القربين أو الأميرة الوراثية بتقدم البعت واسمها موجود اللي هي الملك أحمس مره هوي الأميرة اللي هي الزوجل اللي هي ليه أمون بتقدم القربين المقصورة بسيطة جدا عبارة عن مدخل المدخل وراء فناء أعمدة ثم صقيفة صغيرة ثم بيؤدي إلى كدس الأقداس ما فيش عندي كتير مناظر فيها زي ما قلت لكم المناظر يمكن على البوابة الخارجية وعلى الكتفين الداخليين بتوحها مناظر قليلة المناظر تكاد تكون مناظر تقديمات عادية أهم ما فيها بعد كده هي الجزء الأخير اللي قبل المقصورة هنا مثلا المنظر لعشان نرجع ليه منظر بسيط لرجلين ما نعرفش ده في الجزء الداخلي ده في البوابة اللي بتصبق الجزء الداخلي اللي هو قدس الأقداس أو سميه النووس الداخلي هنا الجزء بتاع النووس الداخلي ده عليه نصوص النصوص كلها عبارة عن أبيات شعرية أو كلمات شعرية أو صلوات أو ابتهالات بتغنى لأوزير سيد الأبدية ومعاها دعوة أو ابتهال لكل شخص أن يدخل بخير إلى هذه المقصورة المقدسة مقصورة أمون أوزير العظيم سيد الأبدية ندخل بقى على معبد عم بتاح بتاح راخر ما عجبوش حطمس التالب كان منتمي أوجب بتاح ومرتبط بربوبية منفق علشان كده ذكر في نصوصه أنه بدأ في إنشاء المعبد بتاح بتاح والحاجة الغريبة أن المقصورة النصطة في المعبد أو في كدس الأقدس الأوسط ده مخصص لبتاح وأمون وحطحور وبعده المقصورة الجنوبية بالله فيها حطحور وواحدة من المقصور فيها أمون المعبد عبارة عن مجموعة بوابات لو بصوته جوه المعبد حطمس التالب في اللوحة التأسيسية بيقول أنه عمله في السنة تلاتة وعشرين يعني قبل ما جده بعد كده اقرأ معي بقا آي موجود حر محب موجود رمسيس ثلاثة موجود تيكلوت اتنين وعشرين موجود شباكة خمسة وعشرين موجود بطلمة ثلاثة واربعة وستة وعشرة واثناشر موجودين في أجزاء كتيرة من المعبد المناظر اللي على المقاصير كلها أو في داخل المعبد مناظر بتمثل التقديمات العادية لبتاح وسخمة حتى أن التمثال الأشهر اللي الناس العرفين والناس اللي بيوجو من كل حتة والعبادة والكلام ده بتاع سخمة الموجود في الجزء الداخلي في المقاصرة الجنوبية بيعتقد أن التمثال ده ليس مكانه الطبيعة وأنه تنقل من مكانه الأصلي بنشوف الأعمدة وتيجانة بشكل بادية بيرمز لفن القصة التمنتاشر الشكل عام للمعبد زي ما بقول لحضراته أنه هو مخصف أو فكرة حطمس التالت بيربط نفسه بيه بتاح وبيربط نفسه بربوبية منف لسبب أن منف كانت المكان اللي اتضرب فيه هو ولي العه عشان يصل للحكم أن منف كانت المكان اللي خرج منه الرب الخالق للصناعة والفنون وأنه أصبح المدرسة اللي الملك بيتوك فيها هزا أنه هو ربط نفسه بيه الأبدية والأزالية مع ربوبية منف المعبد آخر نقش بنجده جوه المعبد بنجده بيرجى لعصر الإمبراطور تي بيريوس من عصر الأسرة اليوليو كلاودية 14-37 ده بالمناسبة التمثال بتاع سيخمة اللي احنا تكلمنا عليه اللي العبادة بيجو عنده هنا تمثال بتاح في المقصورة الشمالية ودي المقصورة بتاعت بتاع المقصورة الوسطة زي ما قلت لحضراتكم بيبقى فيها المنظر أو التمثال اللي كان مخصص ليه حطحور كواحدة من الربط هنا بيجي بتاح وراء الإله حطحور ووراهم بيجي الاله نفر الطم ممثل بيشكل أو على هاية القاسف الكاهن يون متقف بيمثل معه الأعمدة من أعلى والتجام بتاعتها والأفلة بتاعت الأعمدة من أعلى تمثل أحد روائع الفنون اللي متصلة بعصر الدولة الحديثة والعصر المتأخر المعبد مقصير ومتكاملة بكل أشكاله اللي احنا متعودين عليها آخر جزء بقاح بنقول الكارنك متشكرين معبد مونتو معبد مضمر إلى حد كبير مش فاضل منه غير البوابة البطلمية اللي بترجع ليه العهد البطلمي تا الميك النص التاني وتحديدا بطلمي 8 مصري طريق ثنك اللي بيربط اللي موجود أجزاء منه العتب الكورنيش المص العتب التمثيل للسالوث بتاع منتو ورع توي وحرب رع اللي هما السالوث اللي كان مرتبط بمنتو سيد المنطقة وهي بوابة عليها مناظر تقديمات معتادة شفناها في كل المناظر اللي قبل كده وليس فيها أي تجديد شكرا جزيلا وأشوفكم على خير في فيديوهات تانية سلام عليكم